مدحة الحلواني وفين قسيمت جوازك من؟ ولا جوزت عارفة؟ لا، رسمي والله فين قسيمت الجواز؟ هتلاقي حضرتك في البيت المجوهرات بتاعتي في البيت في الدوليب اكتبي لي عنوانه وتلفوناته عنوان بيته مش الشقة اللي كنت بتتقابله فيها من ورانه موسيقى تلفونات؟ لما ديرت تاعي يبنينا كلام تاني مع بعض باب ماشي حوز أزم حكيا المدي منك؟ لحد ما تأجد انك كانسة اللي انت عملت يهادي هتكلم ماما، 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 ماما أرجوك مانا، ماما، 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 تتفرج عليك تتفرج، يا لسة تتطرن ماما سامن صع! اه 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 عشimi اه اه بابا أكلا حاجة نحبه الناب reachedream على أنا وشاء على نرا نعمل كل الأحيات في البيت عشان نشاكل ليلة يبت أملي فينا كده يبت أملي فينا كده يبت أملي فينا كده يبت أملي فيناك كده سبنا من loss والداوران وخلينا نهري وتكلمني في موضوع ايبا بنتي احنا مش في اوروبا ولا امريكا عشان تجي تطلب مني ايد بنتي وانت متجوزها فعلا وكانت حامل منك حكت لسعادتك ياريت ما كانش بقى فيه مشكلة ويمكن كنت وفقت عليك لكن انت اخترت الطريق الاسهل تتسرسب وتلف دماغها لحد ما تلغي عقلها وتوافع على جوازها منك من ورانا زي اي بنت ضاعة او ملهاش عيلة وتعيش معاك لحد ما تبقى حامل منك ومستكتر عليها في الاخر انها تقول لي حكاية الجوازة اصلاها تسرعت اتسرعت اه انا كنت جاي لسعادتك بنفسي افتحك في الموضوع تاني ما تخلص يا بشمهندس واضح انك مالكش في الدغري مهي مدام هيبا حكيت لك ابيه هيبا اكيد حكيت لك كمان على ظروف مراتي ولادي وبعدين ولا هي ما حكيتش لسعادتك عموما ما استبعدش على واحد دحك على بنت عيلة ان يخضر بمراته امه وعياله ويجاوز عليها من وراءه لو سعادتك قصد تجرحني فمعلوماتي بتقول ان الواقعة دي مش الاولى في عيلة الدالي وبطل الواقعة دي هو خالد الدالي ولا سعادتك نسيت واضح انك دارس ومخطط من الاول انا بقول سعادتك تطلب لنا اتنين قهوة بدل البرد دي الاعدامها سعادتك ما تشبعش منها واضح ان الكلام هيطاول الله ما هي مراتي فعلا يبقى لازمته ايه مراتك كده من غير مهر ولا مؤخر ولا اي حاجة ولا اي حقوق ولا حتى اعلان الجواز ده قول كلام ما يستفزنيش عشان ما اطلش اغير مع عملتي معاك من اقولت لسعادتك يا سعدبيه لو ينفع الاعلان كنت اعلنت من زمان يعني انت كنت جاية تطلب قادها مني النهاردة عشان تجوزها في السر برده ظروفي ما تسمحش غير بكده وبصراحة لو ما كانتش هيبة حملة مني انا لا كنت جيت لسعادتك ولا قابلتك من اساسه وقاحة متوقعة من بني ادم غاوي طلق ملتوية اجمل الكلام تقول لفه دوران اجيلك دغري طول وقاحة وقلت ادب اريحك ازاي بس يا سعدبيه زي ما قلتلك هعصر على نفسي لمونة وهستقبلك هنا في الاصر في النور قدام العيلة واخوتها هتطلب ايدها مني وانا هتجاوز على كل اللي عملته وهوافق ونبقى نتصرف في حكاية المأزون عشان تماني الحكاية طبيعية طب وهتعمل ايه ساعاتك قدام العيلة واخوتها لو خلفت بعد ست شهور او اربع شهور لو طلع المولود ابن سابع انسى حكاية المولود ورده عليا هو حد ينسى ده انا كلمني زي ما بكلمك انسى حكاية المولود ورده عليا قلت ايه كده يبقى في الامور امور يا سعدبيه اكيد هيبة نفزت كلامها ونزلت اللي في بطنها وبعد كده جات اعترفت بين ايديك بس في الحالة دي الحزبة هتختلف الحزبة ايه حزبة الفلوس ولا هي ما حكتش لساعدتك برضه في حاجة تانية مخبيها عني غير جوازه من واحدة تانية والشيكة بومبيليون جنيه بتنطقي مفيش اللي بيني وبينه بقى شغله بس شغل ايه ايه اصلا نديته خمس ومائة وسبعين الف جنيه عشان شوحنة وتو بيسات يدخلني فيها شريك وورا شركة دي فين مطنطي ايه 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 براح على نفسك يا ساعد مش كده بنتي هتقضي علي يا رفي ازاي كلنا كنا نفسانين البين مضاه على شك بمليون جنيه وخد منها ستمائة ألف وتجوزها وحبلت منه واحنا فسابعنهم المؤمن انت واصلت معال ايه هو بيفكر في العرض اللي اعرضته عليه عشان هحسن صبتي العيلة وطبعا كله بتمنى سلمان عارف يدخلي من نقطة ضعفة ويدرقلي في مقتل ومن امس انت بالسالم وتضعف وتسيب عدوك يخلص عليه بس الوقت ده لازم ياخد درسه عمره عشان مفيش كلب تاني يفكر جينا هش في عائلتي الداري ومش هو بس وكل الكلاب اللي حوالين سلمان اسمع سعد تعال نحط دماغنا مع بعض ونشوفها نتصرف ازاي لسه حط دماغي في دماغك انا قبل ما جيلك عديت على المستشار محمد سلامة وقلت له يعمل المطلوب رفي في حاجات الواحد بيبقى مخبيها كدفنس الوقت اللي زوم ومفيش ألزم من دلوقتي طيب ومتحد لا امره سهل لا لان اوله من اخره معروف وانا هاعرف ربيه واعلمه الادب المشكلة فيبها انا مش عارف البنت دي ايه منحوسة ولحظاها كده ولا ايه استغفر الله العظيم انا لسه مفوتش من اللي عملوا فيها خالد توقعني في متحد يا استاذ متحد ما تتكلم مفيش حد غريب رفق بيه في مقام عمها با بعدين يعني حكاية الكذوب بين الرجالة وبعضيها دي شيء غريب ولا ايه دي انا كنت متصور انك مش حابب الموضوع ايه كبر ولا حد يعرف عنه حاجة لحد ما نتفق ليه؟ هو مش جواز رسمي على سنة الله ورسوله ما انا مش بتكلم عالجواز يا سعد بيت انا بتكلم عالشيك اللي بدون رصيد اللي بنتك هيبة مضت عليه وانا خدت عليه رفضه من البنك طبعا مش اسألك ايه اللي يخلي زوج محترم ياخد شيك على امراته بالمبلغ ده ويروح وهو عارف ان الرصيد ما يكفيش لانه هواخد اللي قدامها واللي وراها عشان يصرفه فياخد رفض فيحبسه كل اللي سعدتك بتقول عليه ده عادي وبيحصل ما عادة موضوع الحبس ازاي بس يا متحد بيه عادي وبيحصل ازاي الراجل عنده شرف مروه ويقول ده عادي وبيحصل استنى بس يا رفقي خلينا في موضوع الحبس انا مش فاهم انتم مكبرين الموضوع كده ليه؟ انا شخصيا متأكد ان الموضوع مش هيوصل للحبس المسألة بسيطة خالص يا سعد بيه؟ طلباتك؟ انا جاي اقول لي ساعدتك ان يموافق على اشهار جوازي من بنتك زي ما ساعدتك طلبت وليه الشرف ان الناس بعيلة الدالي ومستعدة كمان اجي الاصر في المعادل اللي تحدده واطلب ايد البنت رسمي قدام العيلة كلها اشكرك عن روح الطيبة دي وقالت نكمل بالاصول بقى وتقول لي هتديها مهر كام ويجيب لها شبكة ايه وهتكتب لها مؤخر كام دي الاصول لا 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 دي حاجات رحت عليها من زمان وبعدين الوضع عندك مختلف دلوقتي انت بتشتري راجل راجل؟ لاخر مرة يا عمي متحد طلباتك ايه؟ تعاملني زي جوز بنتك التانية تديني نفس امكانياته وصلاحياته وتسمح ليعيش معاكو في الاصر جوز بنت التانية رفض يعيش معاكو في الاصر وجاب لها شقة على قد امكانياته واللي تجيله ان اعمل حد عنده يرفوصها بتزول من وشه واللي ما يشوفش من الغربة اللي يبقى اعمى ساعد بيه انا قلتلك كل طلباته انا موافق مش عايز لا مهر ولا شبكة ولا مؤخر وهسيبك تدر لها الشركة بس على شرط لا انت ولا هي هتعيش معايا ببيت واحد انا بصراحة مش متعود حد يعملني بالطريقة دي انا راجل برينس وليا مصاريفي وعندي بزنس محتاج كل مليم عشان الشغلي يمشي وفي الحالة دي هتطر اسرف الشيكة بمليون جنيه عشان ماشي شغلي اصدك الشيك اللي من غير رصيد اصدك الشيك اللي كان بدون رصيد قبل مساعدتك تعرف ودلوقتي بقى هنضف له بدل سجن كان ممكن تتعرض له هيبه هانم شوف انت بقى حريتها عندك تسوى كام لاني مش متعودة عالصفقات القاذرة دي مش عارف ارد عليك اقولك ايه انا مش هقول خمسمية المية عشان متقولش عليا طماعة بني ماشي يوم متين المية اتنين مليون تلاتة مليون انت بتعرفش تحسب ولا يا عم رفقي وانا مش مستعجل والسوق ممكن يستنى ورجوه لو شهامة مني يا سعد بيه حديلك فوق الشيك قاسيم الطلاق هيبه هانم ببلاش اسبوع كويس عشان تفكر وتحضر المطلوب يسويها ربنا كله بتسهيله قاسيمك بقى تشوف شغلك عشان انا عطلتك سلام بالمناسبة يا سعد بيه اثباتا لحسن نياتي انا مساعدة اكتب كتابي على البنت قصدي على هيبه هانم بكر سلام همممممممممممممم مرحبا يا سعد هتتدي له اللي عايزه طبعا هتدي له اللي عايزه مبروك يا حبيبتي وانا وانا هتتدي له اللي عايزه شربي شربي ألفت ايوة سعد حد من الولاد عارف حاجة قلت لهم اللي انت قلت لي اقوله ان المتحد كان مستعجل على كتب الكتاب عشان عنده سفرية طويلة برا مصر وان شاء الله هالطول على قد ما نقدر شكلكم بتتكلموا علي صح؟ اهلان يا عريس طب استأذن انا بقى بتستأذن ده ايه؟ مش هتاخد عروستك في ايدك؟ طبعا لا طب بالعقل بس يا ساعد بيه انا رجل متجوز واندي ولاد اخد بنتوك وروح بيه على فين؟ يا سيفل يا وقحة والفت ما نصحش نظيف عندنا وإكرامت ديف واجب قلت ايه متحد بيه؟ الله يا ساعد بيه انا مش ممانع بس ساعدتك قولي اعمل ايه؟ اعمل اي حاجة تدل على انه عندك نخوة او رجولة او تحمل مسؤولية خدها في ايدك وحجزلها في اوتيل تقضي في ليلتها السودة ولما ترجع بكرة تبقى تقولي انها وصلتك في المطار قبل ما تسافر يعني المطلوب باختصار ان انا اغرم ايجار سويت فاخر في اوتيل لمدة يومين لاني مش معقول اخد بنت عيلة الدالي ليلة فرحة في قوضة الناس هتقول عليكو ايه؟ ايجار السويت هدية متوضع مني ليكو بمناسبة فرحكم قلت ايه؟ قلت ربنا يخليك لايه يا عمي هو ده النسب طب مساني ايه؟ اجيبلك تاكسي على حسابي عشان يوصلكوا القوتيل؟ مش للدرجات يا سعدبيه انا قلت بس ادلكو فرصة تقولوا كلمتين للعروسة يعني تدولها نصيحة توصوها علي تقولولها ايه كلام اللي بيتقال في المناسبات اللي زي دي؟ عايزة تقولي لها حاجة يا أولفد؟ هقوليه؟ من فرحتي بيها مش لها الكلام اقوله يلا يا حريسة تقول عروسةك واتكي على الله بس قبل ما تمشي تقولي هتسبها فأني قوتيل عشان بكرة بعت السواء يجيبها عايزة حاجة تاني قبل ما امشي حبيبتي؟ تاني تاني؟ لا كفاية قوي كده واللهي على عيني هنالولا ان انا ربطشي مع المادام كنت بدت معكي في السويت الجميل ده انتي هتشيلي العلبة دي فين بقى؟ انت ايه؟ ما بيفوتش عليك حاجة؟ حق علايا ان انا خايف على حاجة مراتي عايزة اش الهالك عندي في الامان بدل ما حد غريب يدخل ينظف القوة دي لقطة يلا تسبح على خير حاجة باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة